موضوع الكورونا انا مخلي الواحد قاعد في البيت ولا عارفش يخرج ولا يروح يحلق وشعر يبقى زي الزفت وطويل وعين مش عارف اسراح وحرفين خلاص خش يا ابني اهلا بكم في فيديو جديد اهلا بكم في فيديو جديد معكم محمد الحامل في عالم التصوير وكل ما يخص الصور والفيديو ها طيب نهاردة جاي اقول كم نصيحة كده لإخواتي المصورين اهمهم واحد اكبر نصيحة لأي حد هيقولها لك اللي علاقة بالتصوير هي التغذية البصرية تفرج على اي اكاونت اللي علاقة بزماغك في التصوير بورتريهات ودنج فاشن برودكس بكوميرشيال تفرج على الناس دي بس هي دي الناس اللي انت تتابعها وتتفرج على صورها وتشوف فيديوهاتها لو ليها فيديوهات وتشوف الكمانتات بتاعتهم على مختلف المواقع اللي هي علاقة بالتصوير تفرج على صورها وتشوف الناس اللي فيديوهاتها كل الكلام ده كله تبعهم عليه وغزي نفسك غزي عينك بالصور بتاعتهم بعلوانهم وكادراتهم ويفضل عايش في المجال اللي انت عايزه بس انت دلوقتي مصور بورتريهات خليك مع بورتريهات بس بتاع ويدنج خليك مع بتاع ويدنج بس عشان ما تشتتش نفسك بانواع تانية وده هيأثر عليك هو يعني مش بقولك ما تشوفهمش خالط لأ بس خلي يعني خلي عندك خلفية عنهم عشان ممكن برضو تستفيد منهم في النوع بتاعك بس ركز اكتر تركيز يعني مثلا نركز بالنسبة 80 في المية او 90 في المية على اللي انت هتحبه والعشرة في المية اللي عين بيها لتباقي الانواع اللي انت بتفرج لانواع تصويرك النصحة التانية رو صور رو بس صور رو الرو هيديك سماحية في انك انت تقلل هايلايتس من غير ما تباوز الصورة تعدل في الالوان براحتك هتبقى ملك ملك معاك فايل رو انت ملك معاك اعلى رو صور رو بس وعيش رقم ثلاثة ركز في الإدت بتاعك انك انت بتعمل ايه في الستيل بتاعك انت دلوقتي بتاع بورتريات اعيش بقى براحتك اعمل الوانك وعيش انت دلوقتي بتاعي ستريت ما تلمس الصورة حرفيا بتزبط اضائتها بس وحاجات بسيطة كده فيها والوان بسيطة ما تخرجهش عن الطبيعي الطبيعي اللي هي الصورة فيه يعني حاجات ممكن تقاوي اللون شوية مش عارف فيه حاجة فقعة بسبب الكاميرا او بسبب حاجة فاهم تقللها وتخلي الالوان طبيعية ما تغيرش حاجة ما تغيرش الالوان ما تحطش تون في صور الستريت صور الستريت كأنك بتنقل الشارع للناس بس وطبعا هي حلوتها في المومنت وانك انت دلوقت الصورة في وقتها يعني وانك انك تلاحظ الحاجة دي في الويدنج برضو ده اللي عرفته انك انت في مصر برا بيعملوا اللهم عايزينه في الويدنج يعني بالنسبة للتون في مصر هنا بيحب العمال المبهجة والفتحة والميلة للسعادة والكالورفول والشيطات الجميلة دي بالنسبة للبورتري او الشرطات العادية عيش براحتك الفاشن ما تلعبش برضو كثير زي الستريت كبير ما تلعبش كثير لان انت دلوقتي معك لون ومعك بروتكت لازم ده اللي انت بتعرضه للناس والناس هتيجي تشتري من البرند على اساس وهو ما تضيرش في اللبس بتاع المودل او اللبس للبرند كثير يعني خليه ميله للطبيجة ممكن لو حطت فلتر على كل الصورة او عملت ايدي على كل الصورة تيجي في الاخر تقلل اللبس بس بس عشان يبقى باين انه بالماتيريال بتاعته بالوان وكل حاجة رقم اربع طول بالك جدا 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 مع الكلينت انا عارف ان هناك ناس خلقها دقيقة و بتتحمل بسرعة وكده مش عارف انا بسرعة وكده بتتحمل بسرعة وكده بس لطول بالك عشان دي في الاخر بتيجي عليك انت بصمعتك كمصور بقى لو انت هنويت تشتغل في التصوير يعني ومش نويت تقديها هواية بس ويه وتقدم صورة حلوة وخلاص لا بديجي عليك بقى انك ايه بتغلط لسانك مش حلو بتتنرفز لا طول بقى خليك يعني انا انا شخصية من الشخصيات دي اللي هي مرارتي مش طويلة بس بجز على سناني كده يعني ايه و ايه و ايه و اعدي الموضوع ولا غاية اما ايه ارض الكلاينت اللي معاين رقم خمسة ههمة جدا من النقطة دي انك انت تعمل الكلاينت عايزه ومش اللي انت عايزه يعني دلوقتي الكلاينت عايز ادت معاين انا عن نفس اقول لك الطريقة اللي انا بتعمل بها انا بروح باخد الصور من الكلاينت عادي ايه ادت وارح موري بسامل بسورة واحد واوريها الادت اللي اعمل عجبها كان بها و ابدأ ايه اخلص الصور ما عجبهاش بفضل اجرب على نفس الصورة غاية اما اوصل لطول معين هي عجبها الموضوع ده اهي انا عجبني ده يا احمد اهو خلاص شكرا كل ده على الصور البيعي كله اعمل اللي هم عايزينه ده نقطة بتفرق معاك في سمعتك برضو انت دلوقتي لو انت شخصية بتغصب على الناس بتاعك انا يا احمد انت هتقرفني ليه انا عايز اللي انا عايز اعمله مش انت مش هتفرد علي حاجة انا مش هحبابه واللي هقول لك بقى من الشباب الجميل بقى انت كده ما عندكش رأي انت كده ما بتفهمش فكك انت اسلمهم التون بتاعك بتاعهم هم و اعمل انت تون لوحدك انت لو انت عايز تنزل السوا السوا كبك اهو عايز تنزلها اعمل تون لوحدك بقى و نزله براحتك فكك بس المهم ان انت تبقى راضي العميد عشان ما ما يرجعش عليك انت الكلام ده بالسلب يعني رقم ستة ستة وده اكتشافت مؤخرا لان انا بدأت اهتم بقصة الويدنج ده يعني او نزلت كده مع ناس صحابي اهتم بالتفاصيل البسيطة هي دي هتفرق معاك فاستنى العروسة مش عارف مكالك عم تصورش لا استنى ان يتعدل اهدله كده بالنفسك مش عارف ايه مش معدول اهدله برضو في الفاشونج لما مثلا اي حاجة تكون في اللبس مثلا مثلا لو هو حاجة كط مثلا مثلا الحمالة وقعت لقى رجعها فاينما تصورش وخلاص اهدل هدوم الموديل في البرتري حتى لو انت تاخد ميديم شوت ركز في الموجود ده تشوفه لو شكله حلو مثلا فيه حاجة هنا في النص اليمين غير النص الشمال لا خلي الموضوع اسمتريك كده ومهندم كأنك رايح تقابل الوزير الداخلية ولا رئيس الجمهورية اه فاينما خلي الحاجة كويسة لانه بتفرق فعلا بتفرق جدا يعني تحس ان الصورة في بقعة في الصورة كده لما تلاقي اللبس او الفستان بتاع العروسة مش معدل رخم سبعة حاول حاول على قد ما تقدر تعمل فلو للناس اللي انت تريدهم يفيدوك بس انا دلوقتي بتاع بورتريهات تمام ما تماش غير بتوع البرتريه معروفة ليه لانك انت بتبدأ تخش في المجال خلاص انا عايزة بقى كبير فيه خلاص ببدا بقى اعرف ده وده 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 ممكن لو انت بقى بتحب انواع تانية من التصوير او اي ستغرف عنها ممكن تسايف صورة من واحد من ويدنج مثلا من ستريت من كده ممكن يعني على عد ما تقدر اكاونت التصوير ده خليه للمجال بتاعك انت بس عندك برسول اكاونت بقى عيش اعمل فلو الكل اللي انت نمسك فيه ويدنج بقى برودكت بقى عيش صحابك بتحب الجيم وكده اعمل ايش بعد عد برسول اكاونت تتغذت شخصية اكاونت انت مصور دلوقتي بتاع البورتريات تتابع اللي بم بتاع البورتريات بس تمانية نحن الحق تشعر بالنصيحة في الويدنج وخصوصا في مصر لأنك تعرف أن الأطفال الجمال يجري ويجري ويجري وإذا كنت لا تلافف الاستراب على حوالين إيدك أو مع اللقاء فرقبتك وإذا كنت لا تقوم بإيدك وخابطها سلام عليكم 30 ألف جنيه أو 60 ألف أكثر أي شيء دافع دم قلبك فيه طرع الأرض وممكن يتكسر أو يحصل حاليا لقد قدر الله فعلا نصيحة حلوة تحس بحرية ساعتنا كان يرخم على الأطفال في حوالين إيديو ويجري وضع الكاميرا ويجري 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 نصيحة حلوة نصيحة مهمة جدا لا تتصر الكلام حد نصيحة التسعة أكرر نصيحة التسعة ركز مع نفسك وما تتصر الكلام حد عندما تصل إلى مستوى جيد عندما تكون أثبت نفسك كمصور أو أصبح لك مستوى جيد لا تتصر الكلام حد أنت رجل فاهمه تابع الدنيا هذا هذا ألواني هذا كادراتي هذا ألواني هذا ألواني هذا ألواني لا تتصر الكلام حد هذا ما ألواني هذا ما ألواني كانت شخصية رخمة كنت أتفضل ومع ذلك ومع ذلك هذا ألواني هذا ألواني عملت سلام نفسي داخلي مع نفسي قلت أن كل شخص لديه مستوى جيد وكل شخص لا أحد تأثر بكلام مستوى جيد أنت عجبك هذا ألواني هذا ألواني هذا ألواني لكن بالنسبة لألواني لا تحاول أنك رجل بروفيرشنال تأتي من السماء بأنني تجعلك طبيعي في ألوانك يعني يعني عيش مع الصورة لكن تجعلك طبيعي في ألوانك لكن نصيحة العشرة وهي يعني معروفة لكن أريد أن أقولها أتعب أتعب ستجد سدقوني أتعب ستجد ومعروفة في أي وفي النوز الصغر أتعب ستجد لكن أتعب ومتبخل أنت رجل بعيد وعندك سفر ومعروفة الأقرب نقطة عندك تستطيع تصور فيها النوع الذي تحبه روح واتعب عادي ستجد كل هذا بعدين أنا أحد من الأليوبية وأصحابي من منصورة اتعبوا اتعبوا وروحوا للقاهرة لو أريد أن تصور في حتة القاهرة تصور واتعب وروح وتعالى ستجد كل هذا كله سيرجع لك ومعروفة الأقرب ولكن أنا أحاول أن أقفدكم بالتجربة اللغبية التي أعديت بها وعلى قد لا أستطيع أن تتعبوا فيها لأنها أكتشفت أنها حرق على الفاضي ومعروفة ومعروفة ولا أنت ستغير مثلا لو أنت تحمل على سطايا هذا هو مقتنع أنه حلو وتعليده ولا أنت ستأثر معا ومعروفة ومعروفة ولكن لا تجد أن تجد أحد ستجد كرس في التصوير وهو يكون مستوامش ليس الطب لا تشجع الناس مثلا لا تذهب أو لا تجد لا تسعى أنك عندما تجد استغلال لجهل الناس لا تسكت أو حذر الناس يمكن أن تجد كراهية ولكن استكت عن الحق يا شيطان أخرص يمكننا أن نكون فعلا نفتك شكرا 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 2 3 4 5 6 8 10 5 5 6 9 9 10 9 10 11 11